موسيقى عزيزي المشاهدين عزيزي المشاهدات أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بحلقة جديدة من برنامج بدون فواصل انفلات أمني وظاهرة العنف والجريمة المتفشية بالوسط العربي هل القيادات العربية تأخذ بعين الاعتبار على جدوى الأعمالها بتقليل نسبة الجريمة والعنف والابتعاد عن الجنائيات أم القيادات في سبات عميق وما دور المدارس فيما يتعلق بالتربية والتعليم حول هذا الموضوع ديفنا الكريم دكتور جمال عيشان محاضر بكلية سخنين لتأهيل المعلمين أهلا وسهلا بك دكتور مساء الخير إلى كل المشاهدين والمستمعين نعم يعني أنت محاضر وما شاء الله ثلاث ألقاب معك أم إيه دكتوراه الطريق إن شاء الله لا جاهز خالصه 2019 في التربية بالتربية والتعليم دكتوراه طبعا وعلى الطريق ما فيش لمواضيع ثانية الحمد للأسف من ناحية المقالات من ناحية الكتب والحمد لله رب العالمين الحمد لله أنت محاضر بكلية سخنين لتأهيل المعلمين هل في منهاج تعليمكم ومن خلال محاضراتك للمعلمين عن العنف الجريمة وما يحدث في الوسط العربي لأنه بلغ السيلو الزبا منذ عقدين وطبعا تجاوزنا الخطوط الحمراء أيضا منذ عقدين أين دور التربية والتعليم أولا وهل برأيك الكيادات العربية في البلاد سواء النواب في الكنيسة ورؤساء بلديات ومجالس محلية ولجنة القطرية ولجنة المتابعة أيضا هل يتابعون هذا الموضوع ويأخذونه على مجمل الجد ويعالجون هذه القضايا من خلال جد والأعمال يضعونه على الطاولة أم هم في سبات عميك وأيضا التربية والتعليم هناك إخفاقات فيما يتعلق بهذا الموضوع طبعا أخي العزيز موضوع اللي أنت تطرقت له وبدأت فيه هناك العملية التعليمية هي تربوية وتعليمية يعني الهدف الأساسي من المدارس هي أعداد الطلاب من ناحية تعليمية وأيضا من ناحية تربوية نعم فإحنا نرى أن المدارس اليوم هي تعاني الكثير ربما أنه هناك سياسة معينة بزيادة المعاناة اتجاه الطلاب وأيضا وأيضا التطورات التكنولوجية الحديثة التي أدخلت الطالب العربي في محن معيني كيف يمكن لهذا الطالب العربي أن نعده إلى المستقبل هناك برامج هناك برامج التي تشدد على الانفتاح التكنولوجي ومدارسنا العربية في بعض الأحيان نحن أدركنا ذلك من خلال أزمة الكورونا لكيف المدارس العربية عانت الكثير لعدم جهوزيتها بإجراء التعلم من بعد في هذك الزمن ولكن نحن نرى بأن نريد الطالب العربي أن يندمج في العالم الحضاري المتحدر ولكن هنا تكمن المشكلة أنه لا يوجد له الأدوات المناسبة لأن هذا الطالب أخذ ينظر إلى المجتمع بأن العلم أصبح شيء ثانوي العلم أصبح شيء ثانوي طبعا القليل الذين ينظرون هذه النظرة وخاصة وأنه في هناك أيضا إمكانيات أنه مجال للعمل أو عمليا لا يريدون أيضا الدخول إلى المدارس والتعلم يعني التصرب الكبير له موجود في المدارس نحن نعاني منه بشكل واضح وهذا يؤدي أيضا التصرب يؤدي إلى وجود ظاهرة العنف في داخل المجتمع العربي المعلم المعلم ليس المعلم الذي عهدناه نتيجة للظروف التي نحن موجودين فيها الدولة الدولة وضعت قوانين صعبة جدا اتجاه المعلم والبرامج التعليمية طبعا الجمهور العربي هو ليس له الصلاحية التامة بكتابة المناهج الدراسية وإنما هذه المناهج هي تكون مصيرة من قبل وزارة المعارف التي ترى في المنهج أنه هو وسيلة لضبط الإيقاع الموسيقي في داخل المدارس العربية ومن خلال ذلك أيضا أستاذي الكريم يعني نشهد بالمرحلة الأخيرة كيف أن المعلم عليه التقييدات الكبيرة جدا لا يسمح له بالحديث لا يسمح له بإبداء الآراء وأيضا كيف بذلك لا يس فقط من ناحية المعلم وأيضا من الطلاب نعم دكتور يعني سؤالي هو أنت محاضر لتأهيل المعلمين ومن خلال محاضراتك للمعلمين هل تدخل موضوع الجريمة والعنف من خلال التربية بواسط المعلمين طبعا في المستقبل راح يكونوا معلمين بمدارس لشرح للطلاب عن الجريمة والعنف والجنائيات والابتعاد عن الإشكاليات التي متعلقة بهذا الموضوع هل من خلال محاضراتك أنت؟ طبعا يعني فيه هناك مساقات التي تشدد ليس فقط على التعليم وإنما على التربية مثلا التربية للقيم كيف يمكن أن ننظر إلى القيم الحديثي في هذا المجتمع الحديث يعني بوسط مودرنزاتيا وأيضا من ناحية المعلمين من ناحية المعلمين يعني كيف لهذا المعلم الذي هو يريد في القرن الواحد والعشرين كيف ينظر إلى موضوع التربية في موضوع اللي احنا منسميه مثلا علم الاجتماع التربوي الذي من خلال العلم الاجتماع ننظر إلى موضوع اللي احنا منسميه الانحراف المعياري والعنف أو العنف هو عمليا انحراف معياري عن المعايير التي عهدناها بأنه يجب أن تكون هناك قيم أخلاقية وأدبية التي يحصل التعامل معها في المجتمع ولكن الانحراف المعياري هو أشد يعني في فولكويز وفي موريز يعني الموريز هي أحد الباحثين بقول أنه هذه هي أشد المخالفات التي يجب على المجتمع الجزاء والقتل والانحراف اللي احنا عملين نشوف اليوم أنه يجب أن يلاقي الجزاء الصعب جدا الصارم من قبل المجتمع وأيضا من قبل الدولة ولكن هل نحن نستطيع أن نعاقب هذا الإنسان فهنا أنا أدخل القيادات العربية والجهات المدنية التي هي موجودة في داخل المجتمع العربي دعنا أن نقول بكل صراحة وبكل وضوح أن الجماهير العربية كلها بغض النظر عن الانتماءات السياسية سواء مصود منتخب أو منتخب لهم يعني الحظ لهم اللوم الكبير بأنه ممكن أن نقول أن لا نستطيع أن نفعل شيء في هذا الموضوع ولكن أنا أقترح بأنه عندما كانت هناك الموحدة في داخل الحكم استطاعت من خلال صنع القرار ومن خلال التأثير أن تستطيع أن تحصد يعني فيه خصدك الموحدة الموحدة اللي هي العربي القائم العربي الموحدة القائم العربي الموحدة أنه هي استطاعت أنه إحراز خطة 550 و 549 اللي هي كيف يمكن أنه إحنا نقوم بمعالجة ولكن للأسف هي كانت حبر على ورق ولكن حبر على ورق لأنه الحكومة ليست استمرت بهذاك الوقت الكافي حتى تقوم هناك بإنجازات كثيرة ولكن أنا أرى إلى اليوم بتنفيذ هذه الخطة بتنفيذ هذه الخطة لكن أنا أرى بأن لها ما زالت لها صحيح أنه هناك تم قسم كبير من الاختزال هذه الميزانيات ولكن في بعض القليل ما زال أنه أن الوزارات وزارة التربية وتعليم أو بعض الوزارات أنه تعمل في هذا الموضوع ولكن إذا أنظر إلى الأحزاب العربية اليوم بغض النظر عن انتماءاتهم أنا أرى بأن هناك في قاسم مشترك قاسم مشترك أنه هني يرودون بالفعل أنه محاولة تخفيف أو تقليل نسبة العنف والجريمة في المجتمع العربي ولكن السؤال أنه النية موجودة ولكن من هو صاحب القرار صاحب القرار هو الحكومة لأن عضو الكنيسة عضو الكنيسة ليس له جيش وليس له شرطة وإنما الدولة هي من المفروض أن تحافظ هذا صحيح طبعا وتحدثنا عن دور الحكومة الفاشل ولربما أيضا المشبوه والمقصود بهذا الموضوع السؤالي هو بما أنك تحدثت عن القيادات وعن ذكرت الموحدة هل المشاحنات والانكسامات والشرظمي تؤثر سلبا على شباب العرب في الداخل الفلسطيني وهذا يؤدي لأمور لا تحمد أقباها من حيث التربية وانتشار آفة الجريمة والعنف وخاصة في هذا الأسبوع كان هناك عدم احترام اتفاقية ما بين العربية للتغيير والجبهة حول التناوب موضوع التناوب بين دكتور سمير بن سعيد والنائب يوسف العطاوني هذا يؤثر سلبا هذه الشرظمة تؤثر سلبا على هذا الموضوع الناخب البسيط ينظر إذا القيادة هي مشرظمة أو متفرقة فكيف يمكن أن نطلب من الجمهور أن يكون ملتحد على القيادة أن تكون قدوة حسنة وأن تكون عندها طريقة وحدوية لكيفية قيادة المجتمع العربي طبعا أخي العزيز ننظر إلى من هي الفئات الجبهة أو التغيير ننظر أن المجتمع العربي عندما كانت هناك الوحدة تجاوب بشكل كبير جدا مع الوحدة لأن استطاعوا على ما أعتقد أنه وصلوا إلى 13 مقعد كل الأحزاب العربية وأنا كنت في الميدان أنظر إلى الناخب العربي هو يذهب إلى صناديق الاقتراع ببسمة وابتسامة وبهجة ولكن نحن نرى عندما كان هناك التفرقة وكانت هناك الشرذمة بأن الناخب ذهب إلى المواطن البسيط ذهب إلى القراع بتململ أو عدم اكتراف ولا ربما لم يذهب إلى التصويت ونحن وصلنا إلى النتيجة أنه كان هناك إضاءة حوال 140 ألف صوت لأنه كم نحن بحاجة لهم اليوم أنه يكونوا موجودين في الكلاسية لو كان هناك اتفاق حول كل الأطر السياسية يعني نحن صحيح نحن طبعا من هنا من إحنا تيفي وبرنامج بدون فواصل نطالب الأحزاب جميع الأحزاب الوحدة ولم شمل وتوحيد الصفوف ولكن اليوم يعني ننتظر بأن أزمة التناوب ما بين الجبهة والعربية للتغيير أن تنتهي على خير لكي تعكس الصورة الجميلة لهذا المجتمع كيف لك أن تقرأ هذا المشهد وهل هذه الأزمة ستنتهي على خير حسب رأينا ضمن محطتكم الموقرة وقناتكم الموقرة والإعلام البارع والناجح نحن نرى أنه يعني كل الإعلام يركز على أن تكون هناك وحدة صحيح ولكن كيف يمكن أن تكون الوحدة هل الوحدة هي شركة خاصة أم شراكة صحيح هناك في فرق بين الشركة وبين الشراكة نعم إذا نحن شراكة هذا ما بيقول أنه يجب علينا أن نكون متفقين مية في المية حول هذه الشراكة ربما أن يكون في هناك وجهة نظر مختلفة ولكن إذا ننظر إلى الطرف الآخر كيف مثلا سموترش وبينكفير كيف يمكن نرى أنه هناك في التباين بناتين كبير جدا يعني واحد بحكة على الثاني ولكن الجمهور الجمهور يطلب منهم الوحدة ولكن هم استجابوا إلى الوحدة فنحن يعني الشارع ينادي بالوحدة ولكن القيادة حتى الآن لا تقتنع بأن يجب أن تكون هناك وحدة وهذا يضر في الصالح العام وفي الجماهير العربية كيف يمكن أن نصل إلى مصالحنا وكيف يمكن أن نصل إلى مستوى المسئولية مستوى المسئولية تطلب أن تكون هناك الوحدة أن التنازل هي القوائم هي ليست شخصة إكس أو وي من الناس وإنما هي أتت تكليف وليس تشريف فعلى عضو الكنيسة أن يعرف أنه هو يمثل 47 ألف صوت هو عمليا أنه فيه ناس اللي هي انتخبته هو يعني فيه هناك مبادئ معينة وكانت الجبهة والتغيير هناك كان في اتفاق وواضح وموقع فكيف يمكن لهذه الأحزاب القيادية التي يجب علي أن تحترم وأن تنفذ وأن تتعاون بشكل إيجابي حتى تفتح طريق حتى تفتح لنا الطريق بأن تكون طريق سهلة للوحدة في المستقبل لتعكس لتعكس على الشارع والمواطنين طبعا يعني أحد الانتقادات لصولة إيجابية أحد الانتقادات أنه كان فيه هناك يعني 45% من الناخب العربي اللي هو حوالي 500 ألف صوت اللي هني منزلوش لصوته كيف يمكن أنك أنت تشجحهم في هذا الظرف اللي إحنا موجودين فيه لهم أنه هني ينزلوا على التصويت إذا لم يكن هناك وحدة تشجع هذا المواطن الآن في موضوع ملح وهو يعني حتى إذا أنا لم أخطئ اليوم ستكون جلسة للتنازل عن المقعد للتناوب ما بين دكتور سمير بن سعيد ونائب يوسف العطوني برأيك كيف تنتهي هذه الأزمة وما هو رأيك سواء للجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير نسمع لرأيك استاذ الكريم يعني مرات أنا دعمي للموحدة دعمي للموحدة بأن الموحدة هي إذا قالت صدقت إذا قالت فعلت وصدقت يعني كيف يمكن يعني أنت تقول الجبهة الجبهة هي غير صادقة هذه ليست هي المرة الأولى وإنما نحن نذكر وإننا نتبكات المشتركة كيف كانت كان إشكال هناك بالنسبة للتنهوة كان إشكال اللي استمرت يعني فترة طويلة من الزمن حتى أن توصلوا إلى حل معين وهنا يعني حسب رأيك أنه لجب أن لا تذكر أو لا يصدر هذا الشيء إلى الإعلام بتاتاً يجب أن تكون الأمور مهيئة بالشكل الصريح والصحيح والسلس يعني نحن نحن اتفقنا يجب علينا أن نلتزم بالاتفاق يعني أنت تكون الموحدة أصدق من الجبهة بالاتفاقيات بالاتفاقيات أنا على تعهد الموحدة تعطي القرار تعطي ويعني تلتزم وهي تنفذ هذا شعار بعكس الجبهة بعكس الجبهة طبعاً يعني بالجبهة يعني عملياً الجبهة وعندما كان 15 عضو على ما أعتقد أنه كيف يمكن كان هناك الصراع من اللي بدو يستقيل من اللي بدو يستقيل يعني لا إحنا سنتشر لا إحنا سنة ولا من المعاش ومن المشمعاش هذا ليس لنا النقاش هذا لا يمثل الجماهير العربية ينعك السلبن على الجماهير العربية هذا لا يمثل روح طبعاً هذا لا يمثل الروح الإيجابية للمجتمع العربي علينا أن نبرهن للمجتمع العربي نحن نقول ونحن نفعل يعني أنت تقول بذلك إذا لم تحترم اتفاقية التناوب مع العربية للتغيير الجبهة ستخسر صوتها ومكانتها في المجتمع العربي الجبهة حسب رأيي أنه هي تبني على استراتيجية أخرى وهي؟ حسب يعني أنا لا أتدخل بشؤون الداخلية ولكن على ما أعتقد أنه شايف الأمور أنه هاي المرة إحمد الطيبة بره المرة جاء إحمد الفوت التجمع التجمع العوطن أنا أعتقد لأنه هناك التجمع يتغازل أو يغازل الجبهة والجبهة تغازل التجمع بالرغم أنه التجمع اتهم الجبهة في المرة السابقة بعدم التزام بالاتفاقيات وكانت المفاوضات حول الجبهة إقامة حزب موحد بين العربي للتغيير والجبهة والتجمع طبعا رأيي تجمع أنه كانت هناك مؤامرة لاستبعاده من القائمة المشتركة أو التهم الجبهة في حينه التهم الجبهة وهو مقتنع يعني الآن في تغازل بينهما حسب رأيي أنا أنه هذا يعني يعني الدلائل تشير الدلائل تشير بأنه إحمد الطيبة أو التغيير برا وعمليا أنه بفوت المرة الجاي التجمع الوطنية مع الجبهة الجبهة لا تستطيع أن تخوض الانتخابات بوحدها هذا يعني ثابت وهذا واقع يعني هي تريد دائما تعزيز من حزب آخر حتى أنه هي تقدر أنه هي تجتاز نسبة الحزب ولكن عمليا يعني خد الموحدة الموحدة هي ثابتة في ناخبية ثابتة في قواعدها تعمل في الشارع تخدم الشارع حال استطاعات من يوم جاي جاي يعني أنه خمس مقاعد ثابتات يعني ولربما أنه أكثر لربما لم تحترم الجبهة اتفاقية التناوب بحال لم تحترم ما هو رأيك بهذا الموضوع هذا يضر هذا حديث الساعة الآن حديث الساعة في المجتمع العربي ويعكس ويعكس الروح التي تنادي بالوحدة في داخل المجتمع العربي خاصة وأنه إحنا يعني في ظل القوانين العنصرية والقوانين اللي هي تحاول إقصاء المجتمع العربي اللي هو عشرين في المئة هذا يعطي اليمين المتطرف حجي أنه كيف يمكن أنه نستغني عن المجتمع العربي بشكل عام المعركة هي ليست بين التغيير وبين التجمع وبين الجبهة والموحدة المعركة هي كيف في ظل القوانين التي تنادي بين اليمين واليسار بين اليمين وبين الجمهور العربي والمعسكرين والمعسكرين واليمين واليسار خاصة وأنه إحنا يعني محسوبين إحنا على المعسكر اليساري على المعسكر اليساري ولكن في داخل المعسكر اليساري فيه هناك معسكر صهيوني ومعسكر لا صهيوني صحيح ونحن ننظر إلى يعني فيه هناك أصوات تنادوة إذا يريدون أن يمرروا قانون من هذا النوع في قوائم العربية في المشاركة في الانتخابات ربما أنه محكمة العدل العليا إذا لم يتم هناك التغيير في بعض الأفراد ربما أنه أيضا في داخل محكمة العدل العليا أن القوام العربية تخزر دورها في العملية الديمقراطية نعم برأيك إذا الجبهة والتجمع ذهبوا بمصار واحد لإقامة حزب موحد بينهما أنصار التجمع سيصوتون لهذه القائمة؟ حسب رأيي أنه من بعد السابع من أكتوبر صار في هناك تغييرات كثيرة ومفاهيم عديدة ومتعددة اللي الناخب العربي والقيادة العربية عليها أن تجتاز هذا المطاب اللي هو في السابع أكتوبر عليها أن تجتاز في بث روح الإيجابية اتجاه المجتمع العربي يعني إذا بدأجي أقول أنا من ناحية الناخب التجمع لربما أنه هو ما يكونش مبسوط أنه يكون التحالف مع الجبهة وخاصة أنه يعني إذا نرجع على التاريخ إيش عملوا معهن ولكن إذا كان فيه هناك فهم للواقع وفهم للظروف الجديدة التي هي موجودة في دولة إسرائيل وكيف أنه في عنا هناك خصم قوي جدا يريد الإطاحة ليس فقط بالتجمع والجبهة والتغيير والموحدة وإنما في دور الجماهير العربية في الانتخاب صحيح مع العلمنا يعني كما يقول كما تقول المقولة عدو الأمس صديق الغد وصديق الغد عدو الأمس لا يجد هناك عدو دائم بالسياسة ولا يجد هناك صديق في السياسة دائم صحيح هذه اللعبة السياسية نحن نطالب طبعا من هنا من هذا المنبر الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة ورص الصفوف الجماهير العربية بقائمة واحدة موحدة وطبعا نأمل أنها قضية التناوب على ما بين الجبهة والعربية للتغيير تنتهي على خير وتحترم الاتفاقيات توقعت أنه حتى لم تطفو على سطح الإعلام لا هي الحديث الساعة توقعت هي حديث الساعة حديث الساعة هذا الموضوع موضوع التناوب ونأمل أنها تنتهي على خير واليوم هي تسليم الاحترام الاتفاقي المفروض أنه يستقل 15 شهر اليوم يوم الجمعة دكتور جمال عيشان كيف تقيم أو كيف تنظر لمستقبل فلسطينيو الداخل بعد كلها الأحداث وبعد السابع من أكتوبر أنا أرهب أنه دورنا في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل هو دور مهم جدا دور مهم جدا ونحن سنكون سنكون بيضة القبان في داخل الكنيسة في الانتخابات القادمة في الانتخابات القادمة إذا كان هناك توحيد للصفوف صحيح لماذا؟ اليمين هو ليس فيه فقط خطر على الجمهور العربي اليمين هو خطر أيضا على الجمهور اليهودي صحيح لأن الأفكار التوراتية التي يناد بها اليمين هي تعصف بكل الشباب اليهود بغض النظر عن انتماء سياسي صحيح هناك الأصدقاء الصهيونية الدينية كيف يمكن أن نرى اليوم حتى دور إسرائيل في العالم من هو الصديق ومن هو العدو وهي خسرت نقاط كثيرة في داخل العالم بأعمالها وأنا أرى بأن اليمين المتطرف وبعض الأفكار التي يناد بها غزة ضم الاستيطان في غزة ضم الضفة الغربية مسألة جدولة الأزمنة في الأقصى وعرب إسرائيل ممنوع يكون فيه إلى حق الانتخاب ويجب أن يكون هناك الولاء هذه كلها أمور الكثير من القوانين الفاشية الفاشية الأذان القانون القومية كل ذلك هي تكريس لقانون القومية فإذن الجمهور العربية إذا لم يكن هناك الوحدة سيكون مصيرنا في خطر يجب علينا أن نأخذ الأمور بجدية أكتر يجب علينا أن نتفاعل إيجابيا يجب علينا المشاركة أن نصوت وأن نؤثر يعني أنا بقول أنه 45% لأنه ما نزلوش يصوته اليوم يسألون نفسه أنه بنكفير سواء صوتت أو ما صوتتش كيف يمكن أنك تتعامل مع هذا الإنسان وهذا الإنسان للأسف الشديد أنه منشوف أنه فيه هناك يعني كل الاستطاعات بتقول أنه له تأييد مازال له تأييد صحيح رسالة بإجاز حول العنف والجريمة بالوسط العربي دكتور جمال عشان أنا بقول أنه رسالتي أولا وقتا عندما فقد الأب دوره والمعلم دوره والشرطي دوره والحاكم دوره يجب علينا أن نعيد حساباتنا يجب علينا في داخلنا والأم أيضا طبعا الأسرة طبعا الأسرة اللي هي مركب أساسي أنه كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الموضوع اللي هو الموضوع التربي علينا أن كل الأطر الاجتماعية كل الأطر الاجتماعية يجب علي أن تتكاتف من أجل تخفيض نسبة العنف داخل المجتمع والأهم والأسرة والبيت الأسرة والبيت الأسرة والبيت يعني عمليا أنه نتواصل مع ولادنا نتواصل مع بناتنا نحاول أنه إحنا نقعد معاهم نفهم إيش الأفكار اللي تبعتين نراقبهم مشكلتنا أنه إحنا منقعد مع ولادنا بس إحنا ما منراقبهم وهذه المشكلة الأساسية إلا في بعض من الأسر للأسف الشديد أنا بعتبر أنه هي فشلت في تربية أبنائها لأنه هي لم تراقبها وتكون لديها مفاجأة عندما يكون هناك مشكلة معينة لدى الأبناء بأنه ابن يعمل كذا وكذا نعم ابنك يعمل كذا وكذا لأنك أنت لم تراقبه فترة طويلة أنت تنطيه على حباله فهذه هي الحرية التامة والمحيط طبعا كما نعلم محيط خاصة اليوم يعني أنه أصبحت المادة أنه هي الفلسفة المادية يعني الفلسفة التربوية تكاد يعني أنه تكون بالهامش اليوم الفلسفة المادية يعني حتى الشبيب الصعدي أنه بدين تركترون بدين سيارة بدين قطع السلاح بدين كذا وكذا أنه إحنا شايفين أنه يعني للأسب الشديد فيه هناك انهيار للمظومة الأخلاقية في داخل مجتمعاتنا وخاصة العلماء والباحثين أنه من ناحية العلم طلابنا متعلمين أكثر ومن ناحية الأخلاق فقدين للأخلاق دكتور جمال عيشان محاضر بكلية سخنين لتأهيل المعلمين لا يسعني إلا أنا أشكرك جزيل الشكر ونالكات أخرى ومقابلات أخرى حول مواضيع شتى شكرا جزيلا وجمعة مباركة شكرا إلى كل المستمعين شكرا لقناتكم الموقرة للعاملين للمنتجين نحن سعداء في استضافتكم ونأمل خيرا إنا ولي مجتمعاتنا شكرا جزيلا عزيزي المشاهدين عزيزي المشاهدات إلى هنا كنا معكم بحلقة من برنامج بدون فواصل أتمنى لكم أجمل أوقات وأمتعها حتى ألتقي بكم بحلقة أخرى من برنامج بدون فواصل إلى اللقاء وبأمان الله اشتركوا في القناة